أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تزايد الاعتماد العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة خلال هذا التحليل الذي أصدره المركز بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها أكد مركز المعلومات أن 35% من المؤسسات العالمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي فضلا عن تأكيد 83% من الشركات في مختلف المجالات على أن إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها المستقبلية أصبح يمثل أولوية قصوى مشيرا إلى أن الأمر يثير المخاوف بشأن التدعيات المحتملة للاعتماد المفرط على هذه التقنيات لسيما التحديات الأخلاقية الخاصة بالحفاظ على خصوصية الأفراد وقيم الحرية والابتكار وعدم التمييز